رجعنا لكم مشاهدينا وننتقلوا إياكم من الماس السوداء إلى الماس البيضاء المتلألئة التي تزين برنامج يوم جديد أستجنان صاحبة الأبراج والمعلومات الفلكية أهلا وسهلا سيجنان صباح الورد صباح الورد والعافية أشكركم أنت ماس أنا ماس أنت اسمك ماس وأخلاقك كذلك ماس يا حبيب يا الله حليكم صباح الورد صباح الورد والعافية أليس جنان وبتأكيد كلكم ماس حتى لو تختلفون ما يحتاجون أنا ما أسمعين بلا شك بلا شك دعواتكم بصحة والعافية همشي وكلكم مرود ومشاهدينا والمتابعين أيضا بمسوقين ينتظرون الفقرة على حرم الجمر عالم الأبراج مع جنان فكتور لكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم أحبتي يسعد صباحكم صباح الورد والعافية والخير إن شاء الله تمنياتي لكم ببداية أسبوع وإن شاء الله تكون مباركة على الجميع ونهاية هذا اليوم نشهد نهاية الشهر أكيد وبنهاية الشهر ومع يوم 31 يدخل القمر إلى برج الدلو الهوائي وبدخول إلى برج الدلو الهوائي ترى ماذا يذكر لنا وماذا يرسل لنا من رسائل في خلال هذين اليومين أكيد إن شاء الله بكرة نبدأ بشهر جديد وإن شاء الله الله يجعل شهر خير وعافية ننطيكم بكل التفاصيل إن شاء الله الفلكية اللي رح تحدث تمنياتي للجميع إن شاء الله ببداية نهاية شهر وبداية شهر إن شاء الله تكون أكثر توفيقا وأنا أرى أنه الأبراج اللي رح تكون أكثر توفيقا في شهر الثاني هم مجامع الجوزاء الميزان وكذلك مجامع الجدي ومجامع القوس والدلو إن شاء الله ومجامع الحمل الناري فلا بأس للثور لا بأس كذلك لمجامع السرطان هذه كل هالأمور إن شاء الله رح تكون نتحدث بيها بكرة بالتفصيل الممل ليش لأنه رح نمطي حركات القمر وكذلك التحركات الفلكية وإن شاء الله نتمنى من كل قلوبنا أنه تكون الفترة الإنسان يعرف كيف يتصرف وكيف يعالج ما سبق من فترات ممكن تكون شوية يشوبها نوع من الصعوبة فالصعوبة الإنسان الذكي هو اللي يعرف كيف يعالج الصعوبة بشكل إيجابي وهذا هو المطلوب من عدنا القمر هذا اليوم أحبتي متواجد في برج الدلو الهوائي ورح يمكث فيه إلى غاية إن شاء الله بدء شهر الثاني رح يكون إن شاء الله يوم اثنين اثنين في برج الحوت المائي فمننا إلى غاية يوم اثنين القمر في برج الدلو طيب إذا كان القمر في برج الدلو فمن معه؟ القمر في برج الدلو اللي وياه أيضاً الشمس الشمس اللي بدأت تأثر على العشرية الثانية من مجموعة الدلو ومن وياها بالدلو زحل زحل وهو دا يتقدم ليش؟ لأنه السنة المقبلة إن شاء الله رح يكون في شهر الثالث بقوة الله وإنتوا طيبين رح يكون في برج الحوت فدا يتقدم في برج الدلو إذن في برج الدلو القمر هذا اليوم والشمس أكيد موجودة وزحل في البرج اللي يسبق اللي هو الجدي متواجد المريخ وعطارد المتراجع الزهرة المتقدمة وبلوتو بلوتو اللي دا يقطع شوط لأنه في سنة الثلاثة وعشرين عدنا تحركين قويين اللي هو لزحل وكذلك تحرك آخر للمشتري وتحرك البلوتو لأنه رح ينتقل للدلو فهذه إن شاء الله يمكن تكون هالمعطيات يعني تنطينا في النوع من النظرة إلى الوضع العام للفترة الحالية فهذه تعتبر الفترة الحالية هي شنو هي خلاصات خلاصات تواجد الكواكب بالأبراج واللي رح تبدي إن شاء الله من تقريبا منتصف إلى نهاية هذه السنة بقية الأبراج عدنا المشتري مع نبتون موجودين في برج الحوت وكذلك كوكب أورانوس متواجد في برج الثور في حالة التقدم هذه يمكن الخلاصة للخارقة الفلكية لهذا اليوم قمر الدلو برج الدلو يعتبر البيت الحادي عشر وهو يسمى كان قبل يسموه بيت الحكمة الإلهية يتقاسم فيه الشراكة زحل وأورانوس كوكب أورانوس طيب الآن دخل القمر وجود القمر مع الشمس مع الزحل شنو ينطين فد يعني هذا ش ينطي رسالة وهذا ش تنطي رسالة وهذا ش ينطي رسالة تزامن الشمس مع القمر فد شي كلش حلو يعني الشمس تمثل الأنا وتمثل الطاقة وتمثل القوة وتمثل الأمور الرئيسية في حياة الإنسان شخصيته وكذلك أعقد مواقع الجسم مواقع الجسم منه هي هي المخ والقلب هي هذه الضرورة لأنه إذا شي صار بهالمرفقين يعني الإنسان ممكن أنه يعني يتأذى بصراحة وبعيد عنكم فتحاكي القلب وتحاكي العقل والقمر يحاكي العاطفة الشمس تحاكي الأنا والقمر يحاكي العاطفة فزحل زحل شنو وضعه بالموضوع هو تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية إذن يشير لنا هذا التواجد إلى ماذا؟ يعني الترجمة الهل التواجد مثل ما أكو مثلاً غير لغة نبدأ نترجمها حتى تكون مفهومة فراحاً ترجم لكم لغة الكواكب لغة الكواكب هذا الموجود يقول لك تحمل المسؤولية في عاطفتك لا تسمع للأنا العليا بل اسمع للعاطفة البناء هذه الترجمة بكل ما يعني بكل ما يعني تقول لنا الكواكب طيب شلون هاي راح تنعكس على الأبراج نجي نتابع ونشوف مواليد برج الحمل الناري وين العاطفة وين تحمل المسؤولية وين لش مدريني هاي كل هالأمور هاي تكمن تكمن في تعاملك مع الناس في تعاملك مع الناس وفي تعاملك مع المؤسسات النافذة فيقول لك القمر مع الشمس انه انت راح يكون عندك فد نوع فتحمل المسؤولية في مثلا اصحاب المناصب في النفوذ مثلا كان يكون الدولة كان يكون القضاة لانه نعتبر السلطة العليا او المؤسسة النافذة هي الدولة وكذلك القضاء وكذلك تعتبر الشرطة وتوابعها وكذلك وسائل الاعلام فاللي يعملون في هذا المجال يقول لك تحمل المسؤولية واعطي لا تعطي للا أنا مجال انما تعطي للعاطفة بصورة عامة المجال اذا راح يكون عندك اذا كنت انت مسؤول في هذا الموقع يعني حاول انه تخلق هالاجواء الايجابية ثانيا مثلا اللي عنده شغلة في هذه المؤسسات يعني مو شرط اللي يكون هو متقلد منصب او عنده منصب فيكون مثلا شخص مراجع طبيعي او يعمل في هذه المجالات يقول لك تعمل وتتحمل المسؤولية لا تترك للا أنا مجال في هذه الفترة اذا ما تركنا للا أنا مجال اكو مجال ترقيه صعده صعود الى مجال اعلى قد تترك الظروف الى انه راح تنخلق لك في اجواء تتحمل بها مسؤولية وتأدي الاداء الحسن وبها تثبت كفاعتك كذلك من الممكن ان يكون مثلا مثلا اكو فات شخص قال يا بعد ما بيها مجال انا راح اروح ارفع قضية على فلان وعلى كأن يكون على الزوجة او على الزوج او الى اخر تريثوا ولا تتسرعوا تحمل المسؤولية اردتوا شلون حبايب يعني هذه الفترة لا تسمح لذلك لا تسمح لذلك يمكن اكو استعجال مثلا اذا شخص صاب مرض لا سماح الله نركض نستعجل بيه للمستشفى هذا لازم نستعجل بس اكو فات امور الاستعجال بيها ممكن ان يودي الى ندم بالاخر فحاولوا انه لا تستعجلون في هذه الامور القرارات اللي تتقرروها مثلا اكو اشخاص راح يقدمون في مؤسسنا في ذكى عمل ينقبلون اذا ادوا الاداء الحسن يترقون فاكو مجال حلو في انه انت راح تبدع في مجال لكن الالة العليا لتصعدها في انه اليوم ارفع قضية اليوم اقلب الدنيا اليوم كذا هايا شوية يعني خلي العاطفة البناءة هي التي تغلب شفتو الرسالة اللي دتوجهها زحل والشمس والقمر هي شو دتقول هذا لمواليد برج الحمل طيب للتور الثور تقول بالنسبة اليك الفترة تنعكس على مستوى اداءك مستوى اداءك تقول لك الشمس زحل يقول لك تحمل المسئولية في اداءك اليوم انت على المحك اي غلطة راح تكون محسوبة عليك العاطفة البناءة اللي هي تحمل شنو اللي تحمل انه يكون الانسان متفهم يكون الانسان شوية على مستوى من التحمل المسئولية من يكون كذلك بنفس الوقت يأدي واجبة بكل انتظام رغم انه اكو شوية فالنوع من التراجع الصحي يعني شوية دا نحس انه دا تحسون او قسم من مواليد برج الدور بتراجع عطارك دا يحسون بتثاقل بجسدهم فهذا اليوم ما يسمح لك اذا اكو بيك شوية حيل او قوة لك تطلب مثلا انه تاخذ اجازة او شي كمل واجبك كمل واجبك كما هو لانه اليوم هذا الشمس تقول لك تحمل وزحل يقول لك كون على مستوى من تحمل المسئولية هذا والعاطفة البناءة هي انه لمن شنو نقصد بالعاطفة البناءة العاطفة البناءة هي لمن يكون الانسان متفائل قوي شوية يكون عنده قدرة على مقاومة مع مقاومة الاعصاب والانفعال كذلك يكون متفائل بنفس الوقت محب مساعد ما يرجع للماضي العاطفة الغير بناءة هي العصبية الانفعال الحزن الزايد عن اللزوم الاكتئاب السوداوية هذه كلها نشيلها نحطها على صفحة لان هذه عاطفة راح تأذينا وتأذي غيرنا اوكي مواليد برج الجوزاء مواليد برج الجوزاء الفترة ايجابية بالنسبة لك وجود القمر فيه برج صديق جدا وهو من الابراج الصديقة فتقول لك الوجود هذا رغم تراجع كوكبك الحاكم عطارد فهذا راح يساعدك في شوية انه تكون في ديومين تنفسية ممكن انه تتمم بهواجباتك سواء الاستطباب والاستشفاء سواء اعمالك العامة يعني راح تكون شوية طاقة القمر مفيدة رغم تراجع كوكبك عطارد ننتقل الى برج منو برج السرطان تقول لك الفترة رغم تجمهر الكواكب في برج الجدي لكن وجود القمر مع الشمس مع زحل في برج الدلو يأكد على انه يكون عندك امكانية في ادارة الامور المادية المالية من خلال حل مشكلة او حل حلة مشكلة تخصك او تخص احد احبائك بالامكان هذه الفترة مثلا اذا واحد من احبائك في دول المهجر وطلب فد مبلغ اكو فترة تراجع عطارد ما يصير يتم به التواصل او البعث الى برج او ارسال هذه الفترة ممكن انه تحل مشكلة اليك او مشكلة لاحد احبائك سواء كان في المهجر ممكن انه راح تحصل على فدعم معين هذا الدعم يمكن يكون اكثر للمادية يعني والامور النقدية بالنسبة الى مجاميع الاسد مجموعة الاسد تقول لك يقول لك القمر العاطفة البناء وتحمل المسئولية الاسد راح يكون شوية عصبي هاليومين لانه الكواكب ده تسلط الضوء على جهازك العصبي المركزي اولا راح تشعر بتثاقل يعني شوية الطاقة مو كلش يعني قوية والجهاز العصبي المركزي راح يكون شوية متأثر من هال الاصطفاف الفلكي فلهذا السبب يقولك تحمل المسئولية وانقل العاطفة الى العاطفة البناءة يعني بما قوسين يا مواليد برج الاسد ابتعد عن المشاكل ابتعد عن المشاكل بالعمل ويا شريك الحياة اللي عندهم خطوبة اللي عندهم ارتباط اللي ابتعدوا قدر المستطع ما بيها شي متل ما واحد يشوف لي فتشي بشيارع الخوف وينزم منه انتو هم تصرفوا نفس الطريقة يابا شلنا ابوجة عالقلب العاطفة البناءة راح تساعدني الشو راح نتساعد بهالحال راح نتساعد في انه اقطع ابتعد عن المشاكل شخص ديتع ابني هالفترة اتركي راح ارجع للشغل الشغل ديتع ابني مثلا اشتغل اكمل شغلي بسكوت بهدوء كذلك اذا رجعت للبيت شريك العاطفة المتطلب يمكن راح شوية يطلب اكثر من حدوده او مثلا راح يعصبني بظرف معين احاول قدر المستطاع السكوت حاول عاطفتك الى عاطفة بناءة لا تنقاد للانفعالات فترة الانفعالات هذه مضرة والانا شوية لتساعد لانه الشمس تقول الانا تصعد لكن القمر راح يخفف من هالانا فانحاول قدر المستطاع الموازنة الموازنة ابتعد عن الشر وغنيله مثل ما يقول هاده هاده تقدر في يدك تستطيع بالنسبة لمجاميع العذراء مجاميع العذراء القمر متواجد في بيت الصحة والعمل يدعو ذلك الى اولا الاهتمام بالجانب الصحي وكذلك اهتماماتكم في مستوى العمل اكثر الاعمال اللي ممكن او اكثر القرارات اللي ممكن تتخذوها ممكن ان يكون في هذه الفترة انحافظ على عملنا رغم كل يمكن الاشياء اللي يدمر بيها شوية نستحمل ليش لانه روتين حياتك انت بايدك ممكن انه ياما تطوره ياما تحوله الى روتين ممل وقاتل عندي وصلنا الى الميزان لكن عندي اتصال استقبله من ازهار تفضلي ازهار حبيبتي تفضلي ازهار صباح الخير ازهار حبيبتي ازهار حبيبتي اهلا 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 ازهار شونيش يوم الله يسلم يا جلسة سجنة انت واجهت نصحين نسمحة جاي اخذ نصيحتيك هايا المشكلة هو انا هايا دعاني مني يا يمون يطلع مننا يطلع مناني اهي اي محد ياخذ النصيحة كارث جدد يطلع مننا يطلع مو الكل مو الكل اكو قسم ايه اه اه او رجوع انا قدقت ليلة وطلع اللي وترجع لي بحطنا فيك وما اتصال من عندش انو انتظر هام انتظر الثالث انتين ووربع تشهر شو تقولين انتي اتدلعين حبيب تيحاضر يا غرفون شو تكرد في اه اولا اكو رجوع هو اكو رجوع باعي اكو رجوع والرجوع كلش قوي بهالفترة بس خليتعدى العطارد اكو رجوع عندك منا لشهر الرابع رجوع اي عندك رجوع بس شوية استهدي برحمانك يوم نستهدي برحمانك شوية حبيبتي انتقلي الى الى الكنترول وتدللين حبيبي كل الهلة عندي فاطمة كل الهلة فاطمة اهلا فاطمة فاطمة بنتي تفضلي يلا افيد تفضلي فاطمة الوحى بيبتي فاطمة تفضلي السلام عليكم اهلا عليك السلام كل الهلة يا قلبي على راسي كل الهلة تفضلي اهلا وسهلا حبيبي ات يعني اخذت مرة على ابني خمت وعشرين خمسة وما يعني فاطمة قلتي يطلع وما طلع اسا عدي يعني وستة وستة عش اربعة برج الحمل قلتي لي بشهر الدعش ياخذ اقامه هماكو هو شوية يعني مثل ما يقول ياخذها للإقامة ياخذها بس شوية منها مواضيع الصبر هذه الفترة هذه الفترة موضوعة الإقامة ياخذوها يا بنتي ياخذوها بس يعني هذا الولد ادي مالك يعني قلتي يعني يطلع وهذا هو يطلع هو يطلع بس بس قال ماما يعني جوز لو شهر الرابع لو شهر السابع يعني طلعوا لي شو تقولين انتي حبيبتي هو يطلع ويطلع ما بيها مشكلة يعني 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 ياخذ ما ياخذ ما عرف صعب يعني والله شو في هي حسب يعني ما اقدر اتوسع بالحديث وياتش على الجو لأنه ما عرف نوع يعني الشي اللي هو يعني محتجز عليه على موده الموضوع فلهذا باعي ماري دخص الرصيدك اجاوبك عن طريق الهاتف كل الهالة الله يفرجها عليك حبيبتي ان شاء الله يا ربي اني واثقة من انه مولود برج الجوزاء بهذه الفترة ومع تقدم كوكب عطارد وتصعد الكواكب للدلو ومن ثم للحوت يا فطومة يا يمة ان شاء الله ارى انه ذلك بقوة الله حسن جدا ان شاء الله راح يكون الى يعني حل اكو الى حل اكو الى حل بس احيانا الصبر يكون مفتاح الفرج احنا الاوروبا نظامهم بنتي مو مثلني انظيمتنا هم عدهم قانون قانون ما عدهم شي يعني مثل مثلنا احنا احنا الامور تختلف عدنا في بعض الاحيان او في بعض المواقف المعينة فهناك عدهم شي اسمه قانون ياخذ المسافة يعني المطلوب من عنده انه يتممها وهم كذلك اذا يعني يتم الاحتجاز يتم السؤال عنه في الدائرة مالتا او في موقع او في هالامور هذه حتى يستنتجون ياخذون النتائج عن وضعه وهناك تصير مشاكل مو ما تصير بس هناك شوية القانون ينطي ياخذ وقت ياخذ وقت فاطمة يوم فالله يساعدش طبعا انتي كوالده وهذا القلق شوية يأثر يعني شون اكون مرتاحة واحد من افراد اسرتي عنده فد مشكلة ما الله يساعدش حقيقة يعني واتمنى من كل قلبي اليوم قبل باشر تنفض المشكلة ان شاء الله ويخلص لكن هو شنو تنفض المشكلة تنفض لا تخافين توكلي بالله ويسا شوفين راح تخابريني وتقول لي الحمد لله انفضت اني ارى انه لا راح يكون بيها سرعة في انه بين الثاني والثالث ان شاء الله الامور تكون يعني شوية محسومة لصالحة محسومة الى صالحة مواليد برج الميزان حبايب مواليد برج الميزان وجود يقول لك حكم عقلك حكم عقلك شلون حكم عقلي الرسالة ما الكواكب اش كانت تكون اكثر مسؤولية في ادارة حياتك العاطفية وكذلك لترفع الانا وصلت الرسالة مولود برج الميزان القمر في بيت العاطفة عندك يمكن يحتاج من عندك فتقرار معين تجاه الشريك تجاه الحبيب تجاه الاولاد احد الاولاد او تجاه الخطيبة او تجاه الزوجة او الزوج لانه الميزان بيدكر وبيانثى فهذه الفترة علينا ان نكون نحكم امورنا ليش منطلع كل قهرنا بالبشاريك انا دا اعرف انه ادكم شوية فد اشكالات اشكالات لانه برج الجدي مزدحم وهذا بيتكم الرابع البيت الرابع شوية يكون اسري يكون منزلي يكون زوجي يكون كل ما يحمل البيت وتوابعة فهذا رح يخلي هناك فد نوع من الاشكالات خصوصا اصحاب العلاقة الثلاثية يعني اللي يربط بين زوجتين فشنو ما صير الزوجة الثانية او الزوجة الاولى بالموضوع فهنانا يقول لك كن اكثر شوف الشون دا ينطيك حكمة ودا ينطيك ايجابة الفلك دا يقول لك كون على مستوى من المسئولية والعاطفة البناءة العاطفة البناءة شنو معناها حبايب يعني صلح صلح مو سوداوية هذه الغير بناءة اوكي وصلت الرسالة مواليد العقرب مواليد العقرب القمر في برج الدلو يقول لك انه وضعك الصحي شوية يحتاج من عندك انه انضبط الكوكب عطارد متراجع فالوضع الصحي يطلب من عندي شوية انضباط ما ان ينتقل القمر للحوت يصير الوضع بصالحكم فاذا تركيزك يا اما صحتك او صحت احد احبائك تحتاج الى نوع من الانضباط وارجوكم في هذه الفترة مع تراجع عطارد بتجدي لا تكثرون من طلعاتكم خلي تكون مثلا طلعاتنا محدودة انحافظ على صحتنا لانه الفيروس هذا اذا وقعنا به مو بس احنا رح نوقع به ممكن انقذي غيرنا فهنا نتكمل المشكلة نتحمل المسئولية الصحية اللي تخصنا وتخص احبائنا انشغالاتكم هذه ان شاء الله رح تكون وقتية ما انتعدي الفترة حتى تنتقل الامور الى برج الحوت يكون الوضع تحت السيطرة بالنسبة للقوس وجود القمر في برج صديق جدا وتوأم الروح مناسب جدا رح تستفيد من طاقة القمر يمكن فد خبر حلو يصلك او فد شيء انتدى تنتظره رح يصلك لا بأس من طاقة ايجابية قمرية وشمسية مع تحمل المسئولية في الدراسة ويمكن يكون يومين اذا كنت مجبر مجبر بين قوسين على السفر فرح تكون هذين اليومين مناسبة لأسفارك القريبة مواليد برج الجدي القمر في البيت الثاني بيتي عزز وضعك الصحي وكذلك النفسي فترة للاستشفاء عزيزي جسمك يقول لك اني يعني ابدل الجهد لكي تخليني اتمتع بطاقة الشفاء فترة استشفائية كذلك فترة مناقشة امور مادية وفترة كلش حلوة من الناحية المعنوية فاذا كان عندنا اشكالات فنحاول قدر المستطع في هذين اليومين واليومين الاخرى اللي رح تجي نشعلها فاتحة خير فاتحة خير العاطف البناء الدلو القمر في برجك يمكن يمدك بشيء من الطاقة هذا بصورة عامة على الصعيد الشخصي اكو عندك شوية خربطة يحتاج لك شوية تنظيم هذين اليومين يقول لك تحمل مسؤولية اق قراراتك الشخصية لتستعجل ولتكن قراراتك من سجمة مع العاطفة البناءة اللي تتميز بالحكمة لان انت بيت الدلو هو يسمى بالسابق بيت الحكمة الالهية وما شاء الله العصبية يعني مفرطة داشوف يعني ما اكفد مجال للحكمة بالموضوع طيب وين الربط اذا يجب العودة الى الحكمة لازم العودة الى الحكمة في قراراتنا الشخصية حتى نعرف شون نكمل اموراتنا القمر قال لك رح ابدي وياك دورة فلكية جديدة وعندك اسبوع بناء اعرف شون تستثمر بحكمه وقراراتك الشخصية بشوية بمستوى من المسؤولية لا بانفعالية وسوداوية مواليد الحوت القمر في البيت اللي يسبقك وهذا من اجمل المواقب من اجمل المواقب ليش؟ لانه بيت الروح نهاية الدورة الفلكية لما تريد تأهل حتى تدخل الى بيتك فهذا ينطيك يقولك ارجع الى نفسك وارجع الى روحك هذه الفترة عودة الى الروح عودة الى الروح فاكمل شغلي يعني اكمل شغلي على راحتي ممكن يكون فترة انه اجلس بيها مع نفسي شوية اذا ما عندنا مجال نجلس مع نفسنا ويمكن هاي ما اكو واحد ما عنده قدرة حتى لما يجي يصلي ويطب الفراشة وينام الى عودة الى ذاته فشوية اكفد اشياء ان راجعها لانه راح تكون عندنا اسبوع يجب ان نخطط له بايجابية راح يكون اسبوعك ان شاء الله مع دخول القمر الى برجك ايجابي من يكون بالحمل من يكون بالدور فهذه الفترة يكون اليك بيها ايجابية عزيزي الحود فهذا يمكن ما تقول توقعات الابراج نتيجة لتواجد القمر في بيت الدلو الهوائي والله اعلم دائما الرسائل الفلكية هي رسائل تعبيرية ونفسية يعود بيها الانسان الى نفسه ليس من العيب انه نوجه الطاقة الى البناء ونوجه الطاقة الفكرية والعاطفة بصورة عامة الى ان تكون عاطفة بناءة ونتحمل مسئولية العاطفة البناءة مو نتحمل مسئولية العاطفة الهدامة هذا يمكن فد عبرة حلوة ممكن ان نستفيد منها في الحياة واذا مشينا عليهم ما رح نكون من الخاسرين ارجع الان الى عدرا للاجابة عندي حنانة تقولي اياني عشرين خمسة مولودة الجوزاء والجدي هل انه اكو بيناتهم ارتباط ماكوش يمنع من الارتباط في هذه الفترة خصوصا اذا كان الجدي هو الرجل فيمكن يكون الفترة الفترة الشهرين المقبلة مناسبة جدا لاتخاذ قرارات خصوصا بعد تقدم الزهرة وان شاء الله بعد اربعة ايام الى خمسة رح يتقدم عطارت في بيت الجدي هذا رح يساعده كثيرا في اتخاذ قرارات ايجابية لذلك شوية اذا تعطل او شوية اذا صار تماؤل انتي ليكون من عندش فاد نوع من الشدة شوية العاطفة البناء بنتي هذا المطلوب منش في الفترة الحالية عندي اثنين خمسة حول الارتباط مواليد برج التور عندهم فترة حلوة للارتباط مع انتقالة الشمس الى برج الحود عشرين اثنين رح تكون الشمس في برج الحود الكواكب اللي تخص العاطفة والحركة كلها رح تتعدل هذا رح يساعدنا كثيرا في انه يمكن يكون اكو فترة مناسبة للارتباط عندي ازهار تقول الجدي والدلو بنتي حبيبتي الدلو رح يراجع نفسه ورح تتعدل شوية اموره خصوصا مع عودة عطار وانتقالة الزهرة وعطارة للدلو هذا رح يساعده كثيرا انتقل المشتري للحود رح يساعده كثيرا فاشوف الشهر الثاني والشهر الثالث اكو بيها مجال للعوتة فالعاطفة البناءة يا ازهار لا تحطين لا تحطين للدلو ولدلو بالذات لا تقول لي لي لو هيتي لو هيتي ما يعج بهالكلام ابدأي الصلح اذا تريدين العودة ابدأي الصلح برج الدلو ما يجي بالعصبية ما تقول لي لي لو تطلقني لو ترجعني وتفتحني ما يعرف شي اسمه شروط خصوصا الفترة السابقة اللي كان دا يمر بيها يعني فترة شوية كانت مظلمة فاوكي شوية نكون اكثر صبر صبرتي على الكثير بقالتش القليل اكيد السيد المخرج بلغني قال لي كافي عد وقت الفقرة خلص واشكركم واشكر متابعتكم يطيب لي دائما اللقاء بكم والحديث معكم واستماع كذلك يعني اتصالاتكم والاجابة عليها لكن وفق وقت الفقرة اتمنى لكل اوقاتكم الخير ومن انسى العاطف البناءة الاجواء انقلها الى زملاء ماس وعمر شكرا لسجنان ودعواتنا بالصحة والعافية وغيمة الدنيا ما شاء الله يعني تلاحظون خلفنا يعني ان شاء الله نطر بالساعات القادمة فان شاء الله انطار خير وبركة على كل العاقين ان شاء الله ان شاء الله والشما تأخر يعني نزل كناوت البارحس شوي بس غالي على العموم ان شاء الله يا رب نزلي الجمين نزلي ب25 جنار شفته بالسوق بالأنبار يعني حاليا موجود بالأنبار بس غالي يعني هناك ب25 جنار مشاهدينها يعني اذا اوصل البغداد بيش رح يوصل مادري على العموم السياعة اكيدة ايه بالله مشتهين الشما شكرا لسجنان سجنان وبالتالي وصلنا الاختار بحلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي بالتقديم عمر محمد وماص عاشت ايدي شو صحب عاك ان شاء الله يا ربي وعاشت ايدي سجنان بالفعل الطاقة العاطفية البناءة هي المطلوبة حتى ناصر البر الأمان اذا نشوفكم مشاهدين الحبايبنا باشر بنفس الوقت نقولكم مع السلام